هاني اول مرة الحمدلله على السلامة الله يسلمك اخي الكريم لا الشاغة زيان زيان لا لا الحمدلله اولله جاوزنا الخطر الحمدلله بس هاني والله دكتور قبلها مني هالمرة يعني رئيس وزراء عراقي ما يقدر يطيب في بلده يطبب في بلده 18 سنة ماقدر نسوي لنا مستشفى نتعالج به وبالتالي نروح لدول الجوار طيب انت رئيس وزراء يمكن بكاريتك المالية تسعفك نفوذك علاقاتك شلون بهاي الناس الفقراء والله هي المصيبة الكبيرة احنا عدنا طواقم طبية وامتازة كفوة بس اجهزة ماكو معدات ماكو وماكو دعم ولاكو حماية للطبيب العراقي ولهذا يعني لا تستغرب من اقول لك بعض الاطباء القوان اللي اشرفوا على المرحلة النهائية من دخلت المستشفى ببغداد هم خبروني يقولوا اللي تروحوا لعمان لولندن اطباءنا اللي ببغداد عبداً يعني ببغداد هذا الحجم وتعرف حضرتك يعني صعب على الطبيب يقول هالشي اذا ما متأكد انه هو ماكو مقدر اعدهم مو لأنهم غير كفوين بس لان لا اكل الطباب التمريض الجيد ولا اكل فحوصات الجيدة ولا اكل اجهزة الكفوة اللي تعمل بشكل سليم ودقيق والمشكلة انه هاني قدر تجيل اهنا وقدر تجيل عمان الفقير شلون الفقير يا الله يكون بعوانا يموت الفقير هاني يقول لهم يموت يموت ادخل اي مستشفى سلاة على تعيين روح المدينة الطلب روح اللي يرمو كاي المستشفىات اللي كانت تبرج كانوا يجون مرضى عرب ويسوون عمليات بالعراق ما تكدر الطب المستشفى من العفونة والوساخة والقدارة بيها الطبيب شعلي الطبيب ما مسؤول عن نظافة ويقول لي يقولولي دكاتر اثنين استلموا وزارة الصحة جعفر علاوي وقبله على العلوان على العلوان يقولولي اثنين هم انه الميزانية التشغيلية مع الوزارة الصحة اثنين بالمئة من التشغيل الميزانية العامة البلد يعني بالمئة واحد ونص منها او اكثر بقليل يروح للرواتب والبقية يروح على اساس للتطوير ولكذا هذا مو مو شيء ولما دول العالم حتى الطاحة الحظ الدول المبيعة تخلي عشرين بلنيا فما فوق على الميزانية ميزانية الصحة الميزانية العمومية ناهيك عن الدول المتقدمة لهذا الحقيقة الله يساعد المواطن العراقي وانا اتمنى على الحكومة ان تدعم السلك الطبي وتدعم التمريض الطبي اشان على حد معلوماتي حتى الأطباء اللي سووا لك العملية وكانت خطرة هم خليجين العراق لا بحتي لك طبعا عمليتي كانت كلش معقدة وصعبة اي المفجورة المرارة باللغة بالجد وسبوعين هي مفجورة وعنا ما ادري وما قدروا يشخصوها بالعراق انو مفجورة وصار بيها غانقرين فاسألتهم اللي طباء اللي سووا العملية الجراح الرئيسي والمساعد مالتا وقالت لأ وين درست وتخصصت قالت تخصصنا بأمريكا وبأو بلندن بس احنا درسنا بالعراق عاني درست بالبصرة وهذا المساعد مالتا درس ببغداد ما شاء الله زين قلت له هاي مهاراتكم لين جبتوا من العراق لهم من أمريكا وقالوا من العراق تعلمنا الطب من كان يكون طب بالعراق ومن كان يكون وزارة الصحة ومستشفيات تعليمية درجة أولى بالعالم وهذا راح ضيعناه كله ضيعناه كله ضيعناه كله وقام صارت المماحكة على البوق والنهب والسرقة والفساد اه هي اكثر ولا أقل فذولا الذكاتر الاثنين اللي يتكاد أن تكون معجزة أنا جيت بحالة تسمم متسممة اللي من صلت لهنا بعد التسمم يدبجي في جسمي فسووا عملية كبيرة ومعقدة وصعبة كل شي ومعقدة وحياتي الحقيقة إليه